عملية التأمين لكافة اللجانة هنتكلم على عدد لجان بيصل إلى حوالي 9376 مركز انتخابي 11631 لجنة فرعية بلا مشاكل بلا أي مشاكل في مظهر حضاري جدا في زباط وأفراد شرطة بيخدموا وبيخدموا على المواطن إنه يتفضل بأمن وأمان يدي صوته في الداخل فكل العملية دي جمعت مع بعض خلت الناخب يبقى نازل مطمئن وراضي وعنده طموحه اللي عايز يوصل ليه في المستقبل فالحقيقة العوامل دي كلها ساعدت في إن يبقى فيه كسافة حتى انتظام ويسر العملية الانتخابية بدءا من دخول اللجنة حتى التصويت في الصندوق لعني لما تبعنا كل المؤتمرات الصحفية من داخل الغرفة المركزية للهيئة الوطنية للانتخابات كان الحديث إن الشكاوى فقط فيما يتعلق بالتكدس والازدحام يعني ما فيش أي مشاكل فنية أو لوجستية في عملية الانتخاب طيب مشهد الأحزاب السياسية وده مهم جدا لإنه إحنا أمام انتخابات تعددية فيها طابع تعددي المرشحين يعني ثلاثة من المرشحين انتحدث عن مرشح معارض مرشح لحزب حزبي زي الحزب المصر الديمقراطي الاجتماعي السيد فريد زهران أو حزب الوفد العريق دكتور عبدالسند يمام أو الحزب الجمهوري ففيه ألوان ومشارب سياسية مختلفة أهمية هذا المشهد ونعكاسه على فكرة التعددية في الأحزاب السياسية وإنه رجل الشارع يبدأ يتعامل بشكل مباشر معها مثل هذه البرامج فانتك كل الشكر وتقدير للزمل في الثلاث أحزاب اللي دخلوا العملية الانتخابية وكل الحب ليهم ونتفق على أن التجربة ديمقراطية حقيقية بتسري الحياة الحزبية لكن احنا وغدين للتصويت بالنسبة لنا كتحالف أحزاب سياسية وكأحزاب أخرى إلى المرشح المستقل دي وجهة نظرنا احنا في الاختيار إنما التجربة الحقيقة تجربة كويسة جدا وبتسري فعل الحياة الحزبية وبتأكد على أن فيه أحزاب موجودة وإحنا شوفنا النهاردة على أرض الواقع الأحزاب قامت بالدور ممتاز جدا بكوادرها بشبابها بنسها مع المواطنين يعني مش عايزين نختزل الموضوع كله عند الأحزاب ولكن مع المواطنين اللي نزلوا كمان بدون مجبالهم دي فرصة إن الأحزاب يعني دورها ينشط في الشارع المصري نستعرف إيه هي الأحزاب وبرامجها ده بقى سيادتك اللي احنا مفروض نتحرك فيه خلاله يعني منذ إطلاق الحوار الوطني والتفاعل اللي تم داخل الحوار الوطني والتقارب اللي تم بين الأحزاب والتسقيف اللي تم من الأحزاب اللي بعضها واحد بيتكلم في موضوع فالتاني بيستفيد منه وده بيتكلم في موضوع وهكذا كل ده عمل حراك سياسي منذ أطلاقه السيد الرئيسة عبدالتحسيسي في أفطار الأفسر المصرية عمل حراك الحراك نتج عنه أن الأحزاب بقت موجودة وليها أراء نزلت على المؤتمرات الخاصة بالمرشح اللي كل واحد بيقيد المرشح بتاعه انتهاءاً بالدور الديمقراطي اللي كل الأحزاب النهاردة اشتغلت فيه وثبتت بوجودها وفي نفس الوقت ما بقاش فيه اختلاف بين حزب وآخر بل بالعكس أنت تختار اللي أنت عايزه وأنا أختار اللي أنا عايزه فيه جو ديمقراطي متميز